درد على المدعو دكتور قال عدنان الرفاعي وهذا طبعا أحد المشككين في الإسلام والمشككين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعنده مقاطع كثيرة جدا بالآلاف ما بينشر فيها إلا أمر يشكك المسلمين في عغيدتهم وفي إيمانهم بربنا سبحانه وتعالى وألفت انتباه الناس أن الأسلوب التشكيكي ده أسلوب خبيث أصلا جابوا اليهود عشان يشككوا المسلمين في دينهم بل قال اليهود إن اليهودية شرف عظيم لا يستحقه جميع المسلمين ولكن شككوهم في دينهم فمن هذا المنطلق انتشرنا عدنان الرفاعي وعدنان إبراهيم والبليد الاسم منصور كيالي وغير من السفهة يشككوا المسلمين في دينهم يجبوا حديث ضربوا بها بعض أو آيات من القرآن يحاولوا ضربوا بها بعض أو حديث يقول لك الحديث ده يسي للإسلام ويطعنوا فيه ويطعنوا في صحيح البخاري ويطعنوا في غيره وده نفسي أسلوب وسيم يوسف والحمد لله ربنا ريحنا من شره المهم عدنان الرفاعي ده جاب حديث والوات خلاص عمل فيه إنه جاب حاجة جديدة والناس ما هيقدر رد عليها حديث رواه مسلم وكتف في عنوان المقطع قال حديث في البخاري ومسلم أو في مسلم قال يسي للنبي وأزواجه النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه رضي الله عنهم كل حديث يتعارب مع كتاب الله تعالى ومع كرامة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول هو حديث موضوع أنا سأعطيك مثالا على ذلك يعني فتحت مثلا صحيح مسلم حديث 4950 حسب تقييم العالمية بقول أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالشرف والأرض كان يتهم والحديث حديث أنس بن مالك قال إن رجلا كان يتهم ببعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له إن وجدته عندها فاقتله أو قال اضربه بالسيف فذهب علي بن أبي طالب وما وجد الرجل عند زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لكن اللي قاو شاهد له حاجة مش استقي بها الماء أول ما شاف صف علي بن أبي طالب قام خاف طلع فوق الشجرة فوق وقع من الشجرة فانكشفت عورته عورة الرجل فرآه علي بن أبي طالب فوجده مجبوبا يعني لا ذكر له ما عنده ذكر فرجع علي بن أبي طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله وجدته مجبوبا فتركته فقال الحديثة بيسيء لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سم بيسيء للرسول عليه الصلاة والسلام هو إن الإساءة في الحديثة للرسول صلى الله عليه وسلم أو أزواج ما فإيسا أول حاجة قال أن رجلاً كان يتهم ببعض أزواج النبي تهم ما حقيقة دي أول حاجة ماهدي السيدة عائشة رضي الله عنه اتهمت في عرضها هل التهمة دي نقصت من شأنها ولا زادت من شأنها زادت من شأنها لأن الله تعالى أنزل قرآناً يتلى في براءتها وعفتها وعلو مكانتها إلى يوم الدين دي أول حاجة فكون ذلك يتهم ما معنى تفعل يا بليد يا عدنان الرفاعدة واحد اتنين أرسل علي بنبي طالب قال إن وجدته عندها فاقتله أو يضرفه بالسيف لو كان النبي عليه الصلاة والسلام زي ما فيهم عدنان الرفاعدة إنه قاصد متهم زوجته أول حاجة حتى الزنا ما ضرب الرقب بالسيف كما قال ابن تيمية في شرح هذا الحديث في الصالم المسلولة صفحة 92 قال قال ده أول دليل إنه ده ما اتهام من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ضرب الرقب بالسيف ليس هو حد الزنا لا للزاني المحصن ولا للزاني غير المحصن لأن الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت ولا تضرب رقابته بالسيف والزاني غير المحصن يقلد مئة جلدة ولا تضرب رقابته بالسيف هذا ما كان حد زنا أصلاً طيب ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن وجدته عندها فاقتله العلم قالوا أصلاً النبي عليه الصلاة والسلام عارف أضام براءة عرضه وأهله كما قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي ما في امرأة نبي أصلاً كانت زانية أو في خدش صغير في عرضها ما كان فيه قال لأن هذا لحرمة الأنبياء والمرسلين جميعاً نسوان الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كله معصومات ودي معلومة وراها لهم لابن عباس وغيره النبي عليه الصلاة والسلام ابقى النبي عليه الصلاة والسلام يعلم براءة عرضه طيب ليه قال لئن وجدته عندها فاقتله العلماء قالوا تحل بسيط جداً قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا لأنه كان يعلم بواسطة الوحي أن الرجل مجبوب لا ذكر له لكن دائر الناس يعرف براءة عرضه صلى الله عليه وسلم وده من باب التوسع للحاكم في أن يقول إنه يفعل الشيء ولا يفعله لبيان الحق وهذا ما بوّب له الإمام البخاري وعلق عليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال إنه الحاكم ممكن يقول لها نفعل كذا وماذا يفعله أشان يصر الحق وعنده أدلة كثيرة من السنة منها واحد القصة التي جاءت في صحيح البخاري حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وقعت لسليمان عليه السلام من حكم بين المرأتين في طفل لقو كل مرأة من المرتين قال ده حقي أنا وطبعا لابد يقول لها واحدة منهم ممكن يقول لها الاثنين طفل واحد فنبي الله سليمان قال هاتوا السكين حتى قال أبو هريرة لم أعلم أن المدية تسمى بالسكين إلا يومئذ الميم قال هاتوا السكين جاءب السكين قال لأشقه بينهما نصفين هل يعقلن النبي من الأنبياء كسليمان عليه السلام يقتل غلام بري ما يعقل لكن داري استخدم شيء يقول لنا حافعل ليستبين الحق وده جائز للحاكم وده من الأدلة للجواز قال لأشقه بينهما نصفين فلما جاءب السكين خلاص داري شقه نصفين قالت إحداهما هو ابنها لا تقتله أعطيها إياه فسليمان قضى ليديه لأن قالت هو ابنها أدى له ما أدى للتانية ليه لأنه دي الخافت على الغلام أما دي كده ردوا ليها ما خافت فيبقى قلب الأم هو البخاف على الإبن لشان كده أدى لديه للخافت شان كده ابن حجر قال فيه جواز استعمال الحيل للحاكم للتوصل إلى الحقيقة وأيضا من الأدلة الماء بعرفها البليد ده عندك برضو قصة حاطب ابن أبي بلتع في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام لما كان داري يغزق قريش في فتح مكة حاطب كتب كتاب للمشركين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام جايكم وحاطب رضي الله عنه صحابي جليل وشهد بدرا لكن كان داري يجعل يد فضل لقريش عليه أشان عياله عشيرته قعد هناك أشان يحب ظلوم عليه فده كان فهمه وبعد ذاك ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه المهم ده كان فهمه كذا فرسل الخطاب فجأل وحي للنبي عليه الصلاة والسلام إن الخطاب ده مع امرأة ضعينة مسافرة في جن منطقة كذا أو شجرة كذا أو وادي كذا فأرسل عليا ابن أبي طالب ومن معه آخر من الصحابة مشوا وألقوا القبض على المرأة لما قالوا لي أخرج الخطاب قالت ما معي خطاب فقال والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طالما الرسول قال عندي خطاب عندي خطاب طلعيوه لما أبت علي بن أبي طالب قال لتخرجن الخطاب أو لأنزعن الثياب أو لأنزعن الثياب فطوالي دخلت أدها في ضفيرة من ضفائر شعرها وأخرجت الخطاب من داخل الضفيرة فأخذوا ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم من حجر قال فيه جواز استعمال الحيل للحاكم ليتوصل إلى الحق أو إلى الحقيقة فما في مشكلة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن وجدته عنده واصلا ما عندها ولا عنده علاقة بيها وعرض النبي عليه الصلاة والسلام أطهر وأشرف وأفضل عرض على وجه الأرض فقال لي فأقتله ما أراد أنه يقتل حقيقة لكن أراد ليستبين الناس من الأمر ويعرف براءة عرض النبي عليه الصلاة والسلام وبالفعل هذا الحصل لما نعلم نبي طالب طلع السيف داريه وبيو للسيف الرجل وقع من فوق الشجرة وانكشفت عورته ووجده مجبوبا فلا يمكن لهذا أيضا أصلا أن يفعل شيئا بأي عرض من عروض المسلمين لأنه مجبوب لا ذكر له فوضحت الحقيقة واستبان الأمر فجاء المجرم ده اسمه عدنان الرفاعي ماسك الحديث ده أشان يطعن بيه في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو البي يطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم وليست لحاديث وعنده حجازة كثيرة هو غيره نحن إن شاء الله سنقف معه وحدة وحدة بإذن الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم